هل شعرت يوماً أنك بحاجة للتغوط؟ أي قضاء الحاجة عند دخول المكتبة؟ إليك رأي علماء النفس بالموضوع هل شعرت يوماً بالرغبة في قضاء الحاجة أو التبرز أو إخراج البراز عند دخولك إلى المكتبة؟ سؤال غريب أليس كذلك؟ حسناً هذا ما شعرت به امرأة يابانية تدعى ماريكو آيوكي قبل أن تكتشف أنها شعرت بنفس الشعور سابقاً عند دخولها إلى ذات المكتبة أو مكتبة أخرى هذا ما دفعها للتساؤل عن سبب هذا الشعور وهل هذا مرتبط بتوجدها في المكتبة أم أنها مجرد صدفة؟ هل تشعر به لوحدها أم شعور يشترك فيه الجميع؟ قامت بعد ذلك بنشر مقالة في مجلة سنة 1915 وكانت المفاجأة أن الكثير من القراء لتلك المجلة تحدث عن تجارب مماثلة عند دخولهم للمكتبة أو جميع المكاتب ومن هنا بدأ ما يعرف حالياً بإسم ظاهرة ماريكو آيوكي ما رأي علماء النفس بهذه الظاهرة؟ تحدث علم النفس الإجتماع الياباني شيزو شيبويا أن الأسباب المحددة التي تحدث عن التحث على التغوط في المكتبات لا تزال غير مفهومة بشكل واضح هناك أيضاً من لديه شكوك حول وجود هذه الظاهرة من الأساس ولكن في ذات الوقت هناك مجموعة من العلماء المتفقين على وجود الظاهرة بل وحاولوا اكتشاف الآلية الكامنة وراء هذه الظاهرة سواء عن طريق علم الإحياء أو علم النفس واستخرجنا هذه الفرضيات المحتملة عن هذا هناك من قال أن لرائحة الورق أو الحبر أو اجتماع الرائحتين معاً لها تأثير ملين يدفع الإنسان للشعور بهذه الرغبة فسر بعض العلماء هذه الظاهرة على أنها مرتبطة بالقراء على المرحاد في المنزل اعتماداً على نظرية بافلوف كما أن بعض الفرضيات النفسية تقول بأن التأثير ينجم عن مشاعر التوتر العصبي عند مشاهدة جميع المعلومات الموضوعة على رفوف الكتب وبشكل مفاجئ لذا كانت هذه النظرية مدعومة بقوة من طرف الشخصيات الأدبية وهناك من بلغ في التعمق بأسباب هذه النظرية ووصل إلى فرادية مرتبطة بالعقل الباطن أي ربما تعرض الطفل للتنمر في المدرسة وضرب بواسطة الكتب فعندما يشاهد الكتب يشعر بالتوتر الشديد مما يؤدي للشعور بالرغبة في الذهاب للحمام وأنا شخصياً لا أظن بأنها فرادية صحيحة هل تعتبر هذه الظاهرة مرضاً فيزيولوجياً؟ في كتابه ما هو المرض؟ أكد يوشيو كواكيتان أن المرض في الحقيقة ليس مفهوماً علمياً ولكنه مفهوم عملي يعتمد على التفاهم بين الجانب المريض والجانب الطبي وقد تم استعارة هذا التأكيد من قبل من قبل العالم النفس السريري توشيو كاساهارا في سنة 2010 فالنظراً لأن معظم الأشخاص الذين يعانون من ظاهرة ماريكو آيوكي لا يبحثون عن رعاية طبية في المستشفيات أو العيادات الطبية فهو لا يعتبرها مرضاً على الإطلاق في الوقت نفسه لاحظ الطبيب النفسي باكاشا سوموكا احتمال أن تتواجد حالة مرضية مثل متلزمة القلون العصبي أو إضطراب القلق وراء أعراض الرغبة في الذهاب إلى الحمام على كل حال سلسلة العمليات التي يؤدي من خلالها التواجد في المكتبة أو محل بيع الكتب الإحساس بالرغبة في التغوط هي أمر لا يمكن تفسيره من منظور طبي كمفهوم مراضي واحد ولكن وفقاً للدراسات والنقاشات الحديثة فإنه حتى ولو كان من ممكن العثور على إثبات لهذه الظاهرة فمن الصعب اعتبارها كياناً مراضياً مستقلاً كأن تسمى مرضا ماريكو آيوكي من ناحية أخرى من الحقائق المثبتة أن عدد كبير من الناس اتفقوا وأكدوا حدوث نفس الظاهرة معهم هل كنت واحد من ضحايا هذه الظاهرة الغريبة وهل تعتقد أنها مرض حقيقي نذكر مصادر هذا الفيديو وهي موقع ميزايورشينكو وموقع أونز بوينتس دمتم سالمين